عرضنا في الحلقة السابقة في بيان كلام الشيخ مصطفى العدوي على الإمام مجاهد بن جبر ما يتعلق بالمقام المحمودي للرسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم سنأخذ شبهة ثانية طرحها الشيخ مصطفى العدوي على الإمام مجاهد بن جبر رحمة الله عليه وهي لا يثبت هر رسول الله بحال من الأحوال وقاله مجاهد بن جبر وهو إحدى المسائل التي زلت فيها قدم مجاهد بن جبر مع إمامته في التفسير لكن له زلات وهنات رحمة الله تعالى عليه من هذه ومنها قوله بعدم النظر إلى وجه الله يوم القيامة ويؤول وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظر منتظر لثواب ربها وزلة أبشر وهذا موضوعنا اليوم هل هو أنكر رؤية الله هل قال إننا لا نرى الله في الآخرة هذه مقالة على موقعي ناقشت فيها هذه المسألة نعم أخرج الطبري في تفسيره في تفسير قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظره إلى ربها ناظره بإسنادي عن وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد إلى ربها ناظره قال تنتظر الثواب من ربها إذن فسر ناظره مجاهد فسر ناظره بانتظار الثواب قلت هذا صحيح عن مجاهد بن جبر رحمة الله عليه فهل هذا يفهم منه إنكاره رؤية الله يوم القيامة المتهمون مجاهداً بأنه أنكر الرؤية لا يصح لهم الاحتجاج بهذه الرواية إذ أنها تفسير آية وليس فيها إنكار للرؤية التي تثبت في مواضع أخرى بل إنها يعني مع هذا التفسير هذه الرواية التفسيرية لمجاهد تتفق مع إثبات الرؤية كما بيّن الإمام الدارمي رحمة الله عليه فقال واحتج محتج منهم يتكلم عن الجهمية بقول مجاهد وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال تنتظر ثواب ربها قلنا الآن يجيب الإمام الدارمي قلنا نعم تنتظر ثواب ربها ولا ثواب أعظم من النظر إلى وجهه تبارك وتعالى هذا قاله في الرد على الجهمية قلت إلا أن هناك روايات تصرح بإنكاره الرؤية روايات صريحة في أن مجاهد أنكر الرؤية قال الطبري طبعا سنناقش نحن هذه الروايات قال حدثنا بن حميد بإسناده عن مجاهد إلى ربها ناظرة قال تنتظر الثواب من ربها لا يراه شيء من خلقه هنا في إنكار الرؤية الرواية الثانية حدثنا بن حميد بإسناده عن مجاهد قال كان أناس يقولون في حديث فيرون ربهم فقلت لمجاهد التلميذ هو يسأله إن أناس يقولون إنه يرى إن الله يرى قال يرى ولا يراه شيء إذن هنا أيضا ولا يراه شيء أنكر أن شيئا من مخلوقات الله يرى الله هذا هاتان روايتان وردتا عن مجاهد في إنكار الرؤية الله سبحانه وتعالى وهي لا تصح قلت الروايتان تفرد بهما ابن حميد كما ترى هنا ابن جرير الطبر ماذا قال حدثنا بن حميد حدثنا بن حميد في الروايتين من هو ابن حميد هو محمد بن حميد ابن حيان التميمي الرازي هذا الراوي متروك ضعيف جدا وبعض العلماء روا عنه ثم بعد ذلك تبين له أن هذا الراوي لا يقبل في باب الرواية فترك الرواية عنه ونقلت لكم أقوال العلماء في هذا الرجل كقول ابن القيساراني وابن حميد متروك الحديث قلت فلا يجوز الاحتجاج بهذا الكلام البته الذي نقله ابن حميد عن مجاهد أنه ينكر الرؤية هذا لا يصح وإنكار الرؤية كفر وراجع في اللا لكاء أقوال أهل العلم في تكثير من أنكر الرؤية فكيف يتهم متابعي جليل بمقولة كفرية حتى ولو لم يقل بوقوع الكفر عليه يعني لو القائل تهم مجاهدا بأنه قال إنه الله لا يرى ثم عذر مجاهد وقال مجاهد لا يكفر بهذه المقالة بعذر من الأعذار الصحيحة نحن لا نتكلم عن كفر مجاهد حاشا من الكفر رحمة الله عليه ورضي الله نحن نتكلم عن نسبة مقولة كفرية إلى مجاهد بناء على ماذا؟ بناء على رواية ينقلها رجل متروك رواية ينقلها رجل العلماء تركوا التحديث عنه وحذروا منه فيؤتى بروايته وينسب كلام كفري لتابعي جليل من كبار التابعين أهذا يجوز؟ بل جاء عن الإمام مجاهد إثبات الرؤية روى اللالكائي بإسناده للذين أحسنوا الحسنة وزيادة قال الحسنة الجنة والزيادة نظروا إلى الرب وهذه الرواية فيها علة إلى وهي جهالة شيخ أبي حاتم قال اللالكائي يعني نقل عن عبد الرحمن اللي هو ابن أبي حاتم في كتابه الرد على الجهمية قال حدثنا أبي اللي هو أبو حاتم الرازي قال حدثنا عبد الرحمن ابن خلف الرقي هذا الرأوي لو بحثت عنه لن تجده لن تجد له ذكر في كتب الرواية وكذا فهذه علة تضعيف هذه الرواية قلت وابن أبي حاتم ليس من عادته الرواية عن المجاهل والضعفة فكيف سيروي عن إنسان مجهول وقد بيّن الشيخ عبد الله الخليفي في مقال له أن الراوي هنا هو عبد الرحمن بن خالد القطان الرقي فصار فيه إذن خطأ في النسخة وقالوا عبد الرحمن بن خلف الرقي وهو خالد وليس خلف فكأن الألف واللام في خالد لصقتها أثناء الكتابة فصارت خلف قلت وسائل الإسناد غير مستنكر أما الليث فقد بيّنت صحة روايته عن مجاهدين في التفسير في مقال المقام المحمود هذا المقال إذا أردتم أن تطلعوا عليه فيه بيان صحة تفسير مجاهد المقام المحمود الذي تكلمنا عنه في المرة الماضية وفيه فوائد لمن أردت فالرواية هذه جيدة يعني إسنادها جيدة ورواية ثانية أيضا رواها الألكائي بإسناده عن مجاهدين في قوله عز وجل وجوه يوم إذ ناظرة قال حسنة إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها تبارك وتعالى ورواية ثالثة أيضا إلى ربها ناظرة قلت هذه الروايات لا تخلوا من كلام حتى الرواية الأولى إن إسنادها مقبول لكن ممكن الناس سأتي وتتكلم فيه وكذلك لتعصبهم أنهم يريدون خلاص نسبة البدعة لمجاهد إما لأن شيخا من شيوخهم قال إنه وقع بهذه البدعة أو لهوان في نفوسهم أو يريدون أن يساوي بينه وبين جهمي أي أن كان ولكن هنا عندنا قال إسحاق بن راهوية في مسنده أخبرنا جرير اللي هو جرير بن عبد الحميد عن منصور قال كان أناس يقولون في حديث إنهم يرون ربهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فقلت لمجاهد لأن تلميذ مجاهد يسأله إن أناس يقولون إنه يرى فقال ألا تسمع إلى قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة يقول نظرة من السرور إلى ربها ناظرة وهذا كما قلنا في مسند إسحاق بن راهوية وفي صفات رب العالمين لابن المحب الصامت والإسناد صحيح جرير هو ابن عبد الحميد الضبي واثقه النساء وابن أبي حاتم وغيره قال اللالكاء مجمع على ثقته ومنهم من تكلم فيه ابن حجر جعله في من تكلم فيه بغير حق فهو رجل ثقة صحيح الرواية منصور هو ابن المعتمر قال أبو حاتم ثقة واثقه غيره من أهل العلم فإذن الإسناد هذا صحيح إسحاق بن راهوية عن جرير عن منصور عن مجهد يثبت فيه رؤية الله سبحانه وتعالى قد يقول قائل هو لم يفسر ناظرة بأنها تنظر إلى الله ليش وجوه يومئذ ناظرة يقول ناظرة من السرور إلى ربها ناظرة وقال كما قالت الآية فقط إلى ربها ناظرة ما عقب أيضا على كلمة ناظرة وكذا وهو يؤول ناظرة إذا أراد أن يدخل هذا المدخل فليس له ذلك لماذا؟ لأنه يسأل عن ماذا؟ إنه يرى تلميذه يسأله سمعت المحدثون يقولون إن الله يرى فهو يأتيه بالدليل على أن الله يرى بأنه يقول بأن الله يقول إلى ربها ناظرة فإذن هو اعتبر هذا دليل ويعلم تلميذه أن هذا دليل قرآني لما جاء في الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم يعني في الآخرة ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى فإذا هذا صريح جدا في إثبات النظر إلى الله تبارك وتعالى من كلام مجاهد بن جبر وقد أورد عبد الله بن أحمد هذا الأثر طبعا لم يرد فيه السؤال موجه إلى مجاهد وعده في الرد هنا نسي تليا وعده في الرد على الجهمية في باب ما جحدت الجهمية الضلال من رؤية الرب تعالى يوم القيامة فأورد الرد عليهم من ظن ذلك رد عليهم بكلام مجاهد بن جبر وأيضا في باب الرد على الجهمية أورده مرة أخرى فهنا يتبين لنا براءة ساحة الإمام مجاهد بن جبر من هذه التهمة الشنيعة التي وجهت إليه رحمة الله عليه ورضي عنه وهذه التهمة للأسف هي تهمة أكثر من يلقيها هم المعتزلة والذين في قلوبهم مرض أمثال هذا الإنسان اسمعوا ماذا يقول فهذا الذي ينشره عنه من أهل الضلال أهل الزيغ ليقولوا مجاهد كان حاشاه طبعا زائغا فيعني عليكم أن تمشوا الزيغ الذي زاغه آخر هذا كلام فاسد في حق الإمام رحمة الله عليه ونسأل الله سبحانه وتعالى لمن اتهمه هذه التهمة يتراجع عنها فهي تهمة لا تجوز في حق إمام كبير ثابت عنه خلافها وثابتة براءته بالنص الصحيح الصريح رحمة الله عليه غفر الله لآئمة أهل السنة والجماعة وجعل الله دفاعنا عنهم في موازين حسناتنا هذا والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهعني المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور